السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كرام أخواتي فاضلات معكم أصدر وصادق فقط أحب أنه أتأكد أن الصوت واضح والصور واضحة السلايدات التي واضحة أمامكم هنا ظهرت الكل أو لا فقط أكدونا هذا الشيء بالتعليقات هذه الصورة تتحرك يعني شاهدون السلايدات السلايدات واضحة فقط أكدونا هذا الشيء بالتعليقات خلينا نبدأ إن شاء الله السلايدات تتحرك يعني الآن إذا حرقتنا السلايدات فاضحة لكم جميعا إن شاء الله سوف نتأكد من هذا الشيء تماما نبدأ على وركة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كرام أخواتي فاضلات معكم مصدر وصادق طالب دكتورة هندس التحاسبات من جامعة تنسي ناكسبل بلاية متاهدة الأمريكية سابقا عندي بكلوروس وماجستير في هندس التحاسبات من جامعة البصرة في العراق بداية أحب أشكر أستاذ منهل على الدعوة الكريمة لإنشاء هذا اللايف وبينار أو لايف فيديو عن تقنية إنترنت الأشياء في جروب النتورك كوميونيكيشنز على الفيسبوك مثل ما هو واضح هنانا هذه الرسائدات إن شاء الله راح نستخدمها في الشرح راح تكون متوفرة يعني هي المصادر اللي استخدمناها في تجميع هذه الرسائدات يعني بعد أكمال هذا اللايف بداية راح يكون هذا الشرح أو الكلام يعني مقدمة تعريفية عن هذه التقنية فرص العمل بيها المهارات اللي يحتاجها المستخدمين وبقية الأمور الأخرى إن شاء الله إذا كان الأمور اللي يتحدث عنها يعني مفيدة يعني وهي عند حسن ظن الأخوة الحضور فهذا شيء جيد طبعا إذا كان هناك شيء آخر يعني تحبون أنه نتحدث عنه فتستطيعون يعني في أي لحظة أثناء الشرح ترك يعني أسئلتكم في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو وإن شاء الله راح يكون هذا الفيديو متوفر يعني حتى بعد اكتمال اللايف إذا أعتقدتوا أن هذا الشرح راح يكون مفيد لأصدقائكم لأناس آخرين في جروبات أخرى أو في صفحات أخرى فلا أحب ذا أنه تقوموا بمشاركة الرابط لهذا البث بداية الكلام هذا طبعا راح يكون موجه لكل المختصين أو المهتمين بمجال التكنولوجيا المعلومات بصورة عامة الشبكات البارد مجل، كلاود كومبيوتينج، الذكاء الاصطناعي، الروبوتيكس، الـ أوتوميشن بشكل خاص تقنية إنترنت الأشياء هي واحدة من التقنيات التي تعتبر حديثة نوع ما في مجال تكنولوجيا المعلومات، ظهر الحديث عنها بشكل أساسي في أواخر 2010 أو 2009 تم سك هذا المصطلح اللي هو إنترنت أوف تنكس طبعا كان الحديث عنها موجود حتى قبل ذلك ولكنه كمصطلح ظهر إلى النور تقريبا مع استسلام الآلم إلى فكرة أن الـ IPv4 لم يعد كافيا وأن الـ IPv6 يجب أن يكون هو البديل مع ظهور الـ IPv6 ووجود مليارات العناوين أو ربما حتى آلاف المليارات استطعت الشركات الكبرى أنه تحل مشكلة العدد الهائل من الأجهزة التي يمكن ربطها بالإنترنت والاتصال فيما بينها في نفس الوقت لأنه مثل ما ترفون كان سابقا الـ IPv4 فقط يعني يكفي لـ 4 مليار IP بعد ذلك استخدمنا الـ Network Address Translation اللي هو النات وغيرها ولكن كل هذه الأمور دم تكون كافية مع ظهور الـ IPv6 بدأت آفاق جديدة للتكنولوجيا معلومات تظهر في العالم وكان واحد من هذه التقنيات هو إنترنت الأشياء في البداية طبعا بالنسبة للأخوة والأخوات اللي هما ما عرفوا الإنترنت الأشياء أو سمعوا عنهم سابقا ولكن الصور ليست واضحة بالنسبة لهم لحد الآن إنترنت الأشياء هو يعني عبارة عن معمارية لشبكة تتكون من أشياء فيزيائية أو سنسرات أو أشياء أخرى ترتبط فيما بينها طبعا يعني هم شيء فيها هو السنسرات اللي هي الأجهزة التي تقوم بتجميع البيانات من البيئة ثم نقلها يعني بعد ذلك مثل ما تلاحظ هنا أنا سنسرات أو أكتشويتر أكتشويتر هي الأشياء التي تستطيع يعني تحريك مطور أو تحريك في الشيء معين يعني عمل في أكشن السنسر هو فقط تحسس والأكتشويتر هو في الشيء الذي يقوم بالاستجابة والقيام بعمل معين يعني في أغلب الأحيان تكون هي ستيبر موتور أو غير من الأمور الأخرى يعني إطفاء فت مصباح أو إنارة مصباح أو غير من الأشياء الأخرى بعد ذلك هذه الأجهزة ترتبط فيما بينها طبعا عن طريق جيتويس اللي هي عبارة عن مايكرو كونترولر أو روتر أو سويتش أو غير من الأجهزة الأخرى اللي تربطها بعد ذلك إلى الـ Edge Computing اللي هو يعني الحوسبة في يعني الطرف المستخدم أو القريبة من المستخدمين بعد ذلك إذا لم تكن هناك فتح يعني قابلية معالجة كافية تنتقل المعالجة إلى Fog Computing أو Data Centers أو Cloud Computing وهكذا يعني تنتقل يعني تصبح المعالجة كلها في الشبكة طيب ما هو الفرق بين الإنترنت الأشياء وبقية التقنيات الأخرى اللي هي موجودة يعني منذ سنين طويلة يعني مثل الـ Smart Homes أو Smart Buildings وغيرها مثل ما ذكرنا في فيديو سابق يعني وشرحنا في يعني محاضرة في بغداد يعني أو Online إنترنت الأشياء هو عبارة عن تجميع لمجموعة كبيرة من التقنيات اللي هي موجودة فعلا يعني Embedded Systems هي موجودة فعلا الذكاء الاصطناعي هو موجود فعلا Cloud Computing هي موجودة فعلا إنترنت الأشياء كل اللي راح يقوم به هو عملية الـ Integration والتكامل لكل هذه التقنيات في يعني بيئة واحدة أو هيكل واحد بحيث أنه بدء لأن يكون لدينا مجموعة كبيرة من الأنظمة المنفصلة أو المباثرة يكون لدينا هناك نظام واحد موحد يعني يقوم بإدارة كل هذه الأمور سوية طيب ما هي التطبيقات المتوقعة لإنترنت الأشياء؟ طبعا الشركات التي تدعم هذا الشيء أو المؤسسات العلمية البحثية التي تدعم إنترنت الأشياء تخبرنا بأنه هناك يعني Infinity Applications يعني مجال كبير جدا للتطبيقات في إنترنت الأشياء في المستقبل لأنه الموجود لحد الآن يعني أكثر الأشياء الموجودة حاليا هو تنظر الأشياء مطبق بـ Smart Homes الـ Wearables, Smart Cities, Smart Grid Smart Home نقصد بها المنازل الذكية والتي تستطيع من خلال التحكم بدرجة الحرارة أو التبريد أو التدفئة بشكل عالي أو أوتوماتيكي أو ذكي الـ Connected Lights يعني التحكم بالإنارة وتشغيلها أيضا بشكل عالي أو أوتوماتيكي وذكي الـ Smart Fridge يعني الأجهزة الثلاجات أو المجمدات الذكية الـ Smart Door Lock يعني اللي هي جرس الباب أو أقفال الأبواب الخارجية أو الداخلية هذه كلها تنطبقنا من مصطلح الـ Smart Home بالنسبة للـ Wearables نقصد بها الأجهزة الذكية التي قابلة للارتداء من قبل البشر واللي أيضا يعني يمكن الأمثلة الواضحة هي الـ Smart Watch اللي هي الساعات الذكية الـ Activity Trackers اللي هي الـ Fitbit وغيرها والـ Smart Glasses اللي هو النظارات أو الهدسات الذكية اللي تنتج من قبل شركات جوجل وغيرها بالنسبة للـ Smart City أيضا يعني إذا وسعنا هذا المفهوم إلى مستوى مدينة كاملة رح يكون لدينا الـ Smart Parking Smart Traffic Light Monitoring Smart Hospitals Smart Security غير من الأمور الأخرى Smart Waste Management أي شيء يعني أي إدارة لأي مورد من موارد المدينة الاستهلاكية أو الإنتاجية إذا كان بشكل مؤتمت أو بشكل تلقائي بدون تدخل البشر يعني من قبل السنسرات إلى الـ Actuators إلى الـ Microcontrollers ومنها إلى الـ Cloud بدون تدخل البشر هذا رح يكون هو عبارة على Smart City واللي هو أيضا أحد أمثلة الـ Internet الأشياء أيضا أحدنا ما يسمى بالـ Smart Grid اللي هو يعني التحكم بإنتاج الطاقة الكهربائية أو كل أنواع الطاقة وتوزيحها واستهلاكها بشكل ذكي واللي هو أيضا Smart Metering أو Smart Production of Electricity أو باور أو غير من الأمور الأخرى ثم أيضا أحدنا الـ Industrial Internet اللي هو مراقبة المنشآت الصناعية بشكل أوتوماتيك أيضا بدون تدخل البشر Smart Cars أو Connected Cars, Connected Health, Smart Retail هذه طبعا أيضا تطبيقات الإنترنت الأشياء ولكنه بدرجة أقل Smart Farming يعني المزارة الذكية أو المزارة النموذجية Supply Chain Management اللي هو موجود في تقنيات إدارة الإدارة الصناعية أو غيرها أيضا يعني هناك بسم بالهندسة مختصين في هذا المجال أو في الـ Management كل هذه الأمور رح يكون له تطبيقات في إنترنت الأشياء السؤال هنا اللي قد يرد أنه كل هذه الأمور حاليا موجودة هي في أنظمة الإلكترونية أو أنظمة ذكية ما هو الشيء اللي رح يقوم به إنترنت الأشياء في الواقع أنه أغلب هذه الأنظمة اللي هي موجودة حاليا أو مطبقة حاليا سيتم يعني مجرد أنه تحديث عمل update لها وتوحيدها في نظام واحد يعني بدل أنه الشركة الواحدة يقبل لديها أربعة أو خمس أنظمة أحدها للإدارة والآخر لمراقبة المنشآت الصناعية والثالث للأفراد وغيرها سيتم يعني تكاملها في نظام واحد وبالتالي رح يكون عندك يعني سهولة الإدارة سهولة الصيانة سهولة التتبع للأخطاء اللي تحصل عندك فالهدف الرئيسي مثل ما واضح هو أنه رح نحاول أنه نسرع العمل نسهله نقلل الكلفة وبالتالي هناك يعني كثير من الشركات العالمية كانت تصرف مليارات من الدولارات لكي تقوم بإنتاج هذه التقنيات وتسهيلها للمستخدمين طبعا مع كل تقنية جديدة في عالم تكنية المعلومات هناك تحديات التحديات الرئيسية لتواجه تقنية إنترنت الأشياء هي أمن المعلومات لأنه مثل ما ذكرنا سابقا مثل ما ذكروا الكثير من الأخوة إذا كان لديك كم كبير من الأجهزة المرتبطة بالإنترنت سوية في كل وقت هذا يعني أنه هناك تحديات كبيرة أيضا لأنه هذا رح يعطي مثل ما يقولون World Wide Hacker Field يعني الهكر سيكون بدل أنه يكون قادر على الوصول إلى ألف أو ألفين جهاز سيكون قادر على الوصول إلى مليارات الأجهزة والتي هي مثل ما يعني واضح كلما كان لديك تحكم مركزي بالـ Edge Computing, Folk Computing, Cloud Computing كلما سهل العمل على المختلقي للوصول لها لها يعني اختراقها وطبعا هناك الكثير من المخاوف حتى الآن يعني إحلال تكنيوجيا معلومات أو Internet of Things في المنازل الذكية أو الصناعات الذكية وغيرها إلا أنه رغم كل هذه المخاوف هناك يعني ملايين البيوت في أوروبا وأمريكا وآسيا اللي يتعمل يعني بتقنية الـ Smart Phones حاليا ومتوقع أنه هذا العدد يزداد إلى ثلاث أطعاف أو أربع أطعاف في السنوات القليلة المقبلة الـ Connectivity أيضا يعني تقنيات الاتصال أو تقنيات الشبكات الموجودة حاليا يقادر على ربط مجموعة من الأجهزة محدد يعني بتقنية ما أو طريقة ما يعني معملية الإنترنت مصممة أنه تقوم بإدارة 200-300 مليون 400 مليون جهاز مثلا أو عدة مليارات من الأجهزة لأنه إحنا نتوقع راح يكون عندنا 50-60 ضعيف من هذا العدد في السنين المقبل مما يعني أنه هناك تقنيات جديدة للاتصال يعني عن مستوى الشبكات والاتصالات يجب أن يتم استحداثها لكي تقوم بإدارة هذا العدد الهائل من الأجهزة المرتبطة سوية وطبعا هذه تأتيب على الكثير من التقنيات والبحوث والأمور التي تهم المختصين في مجال الشبكات والاتصالات الكمباتبوليتي واللونجوبيتي اللي هي يعني كيفية توافق الأجهزة المصنعة من قبل شركات مختلفة وهذه طبعا راح تقودنا إلى الستاندردس اللي هي المقاييس العالمية والي هي نفسها الستاندردس اللي يعني في عالم الشبكات والاتصالات داما نحن نركز عليها أنه يجب أن تكون كل الأجهزة مصنعة من مختلف الشركات متوافقة مع بعضها البعض من خلال اتباعها للمقاييس العالمية حاليا أيضا يعني واحدة من المشاكل اللي يواجه الانترنت الأشياء وأنه ليس هناك مقياس عالمي موحد لكل الأجهزة فقد تكون الأجهزة التي تقوم يعني سيسكو بتصنيعها متقير متوافقة مع التقنيات التي تقوم جوجل بإنتاجها والعكس بالعكس يعني فهناك يعني حاليا جهود كبيرة جدا من قبل كثير من المؤسسات العالمية ومن ضمنها الـ IEEE الـ Institute of Electrical and Electronic Engineers هذه هي مهتمة بشكل كبير في وضع ستاندردس اللي هي المقاييس العالمية لتقنية إنترنت الأشياء لكي تعرف ما هو إنترنت الأشياء وما هو ليس إنترنت الأشياء وما هي الأمور التي يجب أن يتصف بها كل جهاز أو كل سنسر أو كل تقنية ترتبط بما يسمى بإنترنت الأشياء وأخيرا طبعا أدنى ما يسمى بالـ Intelligent Analysis and Actions لأنه جزء كبير من إنترنت الأشياء مليارات السنسرات راح تقوم بتجميع عدد هائل من البيانات في كل لحظة زمنية يجب أن نقوم بمعالجتها بالريال تايم يعني في instantaneously في نفس اللحظة بحيث أنه الجهاز الذي يقوم باكتشاف ارتفاع درجة حرارة يجب أن يأخذ بياناته إلى الإنترنت وفي نفس الوقت ترجع الـ Actuation يجب أن يرجع في لحظات زمنية محددة مثلا إذا كان أدنى connected cars تتوقع أن السيارات التي تقوم بقيادة نفسها لوحدها في الشارع إذا اكتشفت وجود خلل معين في السيارة التي أمامها أو خلفها أو في جانبها فيجب أن يكون هناك استجابة لحظية يعني في أجزاء من الثانية إذا كان هناك ثانية أو ثلاثة ممكن أنه تسبب حادث ويعني تسبب وفاة البشر فبالتالي هنا متطلبات تحليل البيانات واتخاذ القرارات فيها يجب أن يكون أسرع بكثير من متطلبات الإنترنت العادية الموجودة في عالم اليوم وهذا أيضا تلقي بظلالها أو بعبئها على الباحثين والشركات والمؤسسات لإنتاج فالتقنيات أسرع وأكثر كفاءة لأنه يعني مثل ما ذكرنا عندما يقوم السائق بترك السيارة تقود نفسها بنفسها وهي الـ Automated Cars يجب أن يكون هو ضامن بنسبة 100% أو على الأقل 99% بالمئة أنه لن يكون هناك أي أخطاء تقنية من قبل هذه الأجهزة أنه يعني لم يعد هناك قابلية القبول بوجود تأخير في الشبكة يجب أن تكون هذه التقنيات سريعة جدا ومتاحة لكل الأجهزة في كل الأوقات طيب كمختصين في مجال الـ IT أو كطلبة في مجال الـ IT كل تقنيات المعلومات يعني سواء كانت هندس الحاسبات هندس البرامجيات تقنيات الحاسبات علوم الحاسبات يسألون يعني سواء كانوا طلبة أو خرجين ما هي التقنيات أو ما هي المهارات التي يجب أن يكتسبها لكي يستطيع العمل في سوق تكنولوجيا معلومات أو سوق Internet of Things لأنه تلاحظون أنه أنا حاليا قاعد أد أخبط بعض الأحيان ما بين الـ IT أو الـ IoT لأنه حسب نظرتي البسيطة أنه الـ IoT هو رح يكون مستقبل الـ IT يعني الـ IT في المستقبل أي مختص IT رح يكون هو بشكل أو بآخر هو جزء من منظومة تعمل ضمن الـ IoT سواء كان هو بالـ Data Analysis and Big Data يعني هنا محللين البيانات اللي يشتغلون بأنظمة الـ Hadoop الـ Azure، يعني Microsoft, Cisco غيرهم من الشركات الأخرى أي مختص بتحليل البيانات سواء كانت بلغات SQL أو غيرها من اللغات الأخرى هو رح يكون جزء من تقنيات الـ IoT جزء من فريق العمل ضمن مشاريع الـ IoT في المستقبل حيث هناك نسبة 75% من الشركات العالمية التي تعمل بتقنية IoT تطلب مختصين في هذا المجال أيضا الـ Embedded Software Development تطوير البرمجيات للأجهزة الدفينة أو المضمنة والتي هي كيفية برمجة وإدارة السنسرات المتحسسات أو الأجهزة التي تقوم بتجميع البيانات من البيئة أو قيام بعمل معين في هذه البيئة أيضا هناك 71% من الشركات اللي تعمل بمجال الـ IoT تطلب هذه المهارات بهذا المجال واللي هي أيضا تتطلب من عندك أنه تقوم بـ C, C++, Objective-C كيفية برمجة السنسرات أو الأكتشويتر أو المايكرو كونترولر وكذلك أيضا Embedded Electronics اللي هي Arduino, Raspberry Pi وغيرها من المايكرو كونترولر أو المتحكمات الدقيقة الأخرى إدارتها برمجتها طبعا هذه كلها أنت تستطيع كمختص في الـ IT أو طالب في مجال تكنولوجي معلومات أنه تقوم بإكتساب المهارات الخاصة بها طبعا القيام بالكثير من التجارب العملية اللابس أو غيرها هذه فقط لكي تضيفها إلى CV أو السيرة الذاتية الخاصة بك للتقديم إلى وظائف تختص بالـ IoT طبعا إذا استطعت أن تقوم بتجميع فتفريقية يمتلك كل هذه التقنيات ستستطيع مثل ما راح نشرح بات قليل أنه تقوم بإنشاء البزنس الخاص بك يعني الـ Startup ستستطيع أنه تقوم ببناء شركة أو البدء بإنشاء شركة تقوم بتوفير خدمات الـ IoT الـ IoT solutions مثل ما هو موجود في كل دول العالم حاليا يعني أنا التقيت بمجموعة من طلب الخارجين تكنيوجيا معلومات أو علوم الحاسبات أو هندس الحاسبات في الجامعة اللي أدرس بيها كانت أهدافهم منذ كانوا في المرحلة الثالثة والرابعة يعني كانوا كل الكورسات اللي يشتركوا بيها يقومون بالتركيز على جانب الـ Arduino و Raspberry Pi وهذه الأمور بعضهم كانوا أيضا مختصين في مجال Security بعضهم كانوا مختصين في Artificial Intelligence فقاموا بالتجمع فيما بينهم ويعني البدء بـ Startup لشركة لتوفير خدمات الـ IoT طبعا هما لن يستطيعوا تصنيع كل شيء بأنفسهم وأنما سيمتلكون كل هذه المهارات لكي يستطيعون عمل إنتيجريشن أو تكامل للأجهزة التي يقومون بشراءها أو تزويتها من الشركات المصنعة الكبرى اللي هي السيسكو، مايكروسوفت، جوجل أو غيرها من الشركات الأخرى طبعا مع العلم منه هذه الشركات الكبرى أيضا بدأت حديثا بعد ما كانت تعتمد على أنه يكون مثلا السوفتور من جوجل والهاردور من سيسكو والإنتيجريشن من شركة أخرى وبدأت تعمل على أنه تقوم بتجميع كل هذه الأمور في مكان واحد فتلاحظ أنه هنا، مثل ما راح نلاحظ بعد قليل، أنه الكثير من هذه الشركات الرئيسية بدأت تقوم بإنتاج كل شيء بنفسها طبعا الـ IoT solutions المتوفرة في عالم اليوم مثل ما تلاحظ هنا، مثل ما ذكرنا سابقا بدنا الـ Smart modules اللي هي السنسرات في البداية أو Smart Objects بعد ذلك الـ Connectivity، بعد ذلك تربطها في بلاتفوم موحد موحد، Software Customization، Applications، وأخيرا تصل إلى الـ Customer كل هذه المراحظ تمر بها عملية بناء أي نظام IoT وطبعا كل واحدة من الأجهزة، يعني فيها مجموعة من الأجهزة أو التقنيات وكل واحدة من هذه التقنيات أكون إلهمة مجموعة من الشركات المعروفة على المستوى العالمي في إنتاجها طبعا هذا الشيء إلى حد وقت قريب، يعني كانت مثلا الشخص الذي يريد توفير فد تقنية IoT أو IoT solution للمستخدمين يضطر أنه يشتري الـ SIM cards مثلا من الـ Qualcomm بعد ذلك يشتري مثلا الكاميرا أو الميترز من شركة سامسونج أو الـ Fitbit أو غيرها ثم يقوم بربطها نسوية باستخدام تقنية الـ Vodafone أو الـ AT&T أو غيرها بعد ذلك يحتاج أنه يستخدم الـ Platform الخاص بـ Cisco أو Google أو IBM وهكذا، يقوم بتجميع هذه الأمور كلها كأنه من third party في واقع اليوم، بدأت أغلب هذه الشركات تقوم بـ يعني أصبح لدينا هناك فتقسم مختص في كل واحدة من هذه الشركات هو الـ IoT solutions تقوم بعملية الـ Integration بها أنه تلاحظ أن شركة جوجل ممكن في فترة قريبة تلاحظ أنه تقوم بإنتاج كل هذه الأمور لوحدها في نظام IoT مخصص لـ Google وبالتالي هنا سهلتنا عملية الطرف النهائي يعني الناس المسؤولين أن توفير الـ IoT solutions بعد ما يحتاج أنه يقوم بتجميع هذه الحلول من مجموعة الشركات ثم تقديمها للمستخدم سيجد حل مباشرة هو متكامل مع بعضه البعض ومتوافق كل الأجهزة أو كل التقنيات مع بعضها البعض متوافقة وبالتالي سيقدمها للمستخدم وطبعا هذه التي تأتي معها الـ Solution Manuals أو User Data أو غيرها من الأمور الأخرى التي تساعد على تنصيب هذه الأجهزة وصيانتها وإدارتها لأنه بالنتيج النهائي الهدف الرئيسي هو أنه يصبح بعد تنصيب تقنيات IoT يجب أن تكون ضبط إعداداتها وعملية الـ Tuning الخاص بها يجب أن تكون سهرة جدا بحيث أنه يعني أصحاب البيت الواحد في Smart Home أو أصحاب المصنع الواحد في Smart Building أو Smart Factory يستطيعون ضبط إعداداتها لواحدهم يعني يجب أن لا تكون المسألة معقدة جدا بحيث أنه يضطر إلى استعانة بالخبراء وغيرهم في كل وقت يحتاج به إلى تصحيح في الشيء معين طبعا هذه كلها يعني لحد الآن هي بعضها تحققت يعني في الواقع وبعضها ما زالت يعني هي جهود من قبل هذه الشركات العالمية أيضا مثل ما ذكرنا الشركات الكبرى قاعد توفر النفط حلول معينة قد تكون حلول مفردة لتقنية من تقنيات IoT وقد تكون حلول integrated متكاملة هذه الأمور استغلتها أيضا شركات أخرى يعني شركات ناشئة حتى تلاحظ أنه مثلا هذا الرابط الموجود، حتى تقدم هذه أفضل عشرين شركات في العالم تقدم IoT solution طبعا هذه كل شركات صغيرة يعني بدأت حديثا طبعا ممكن أنه توفر أم�� add-up solutions ممكن توفر أمام smart homes, smart systems, smart cars أو غيرهم مثلا ممكن أن أي شخص يفكر أنه يقوم بعملات الـ startup أو البدء في هذا البزنس في المستقبل ممكن أن ندخل على مواقع هذه الشركات هو يلاحظ ما هي التقنيات التي تستخدمها ما هي الخدمات التي توفر هل المستخدمين ما هو نوع الزبائن اللي موجودة عندهم لأن كل هذه الأمور تساعد في بناء الـ Business Model للناس اللي هما يفكرون في البدء بهذا المجال يعني بشكل مستقل يعني كشركة Startup في المستقبل طبعا واحدة من الأمثلة على هذه الشركات اللي هي Smart Homes Company أدنا هاي أكوفة شركة يسموها Control Any هذه عندما تدخل على موقع الانترنت الخاص به هو اللي أيضا يعني أرفقتها أنا ضمن الـ موجودة في نهاية هذه السلائدات واللي مثلا ما ذكرنا راح تكون متوفرة في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو هنا تلاحظ بأن هذه الشركة هي توفر ذلك Energy Monitoring اللي هي مراقبة الطاقة في البيت وانترنت of things مراقبة كل الأثاث في البيت مراقبة الأمن البيت طبعا أيضا Security Automation Infrastructure Automation تلاحظ أن كل مرافق البيت الواحد وكل مرافق البنائي الواحدة يتم عملية Automation اللي هو يجعلها أوتوماتيكية يتم السيطرة والتحكم عليها بضبط عداداتها في البداية وتركها بعد ذلك هي ستقوم بتطوير قراراتها الذكية من حيث زيادة درست الحرارة تقليل درست الحرارة إطفاء الأنوار أو تشغيلها الطلب مأكولات معينة أو منتجات معينة إذا كانت ثلاجة فارغة أو غيرها كل هذه الأمور هي عملية Automation لحياة البشر طبعا الهدف الرئيسي منها هو تسهيل حياة البشر وأن كان مثل ما ذكرنا ممكن أنه تجلب معها الكثير من المخاطر الأمنية أو سوء الاستخدام أو غيرها ولكن هي حرحة بقية التقنيات التكنولوجية الأخرى يعني ليس هناك تقنية خالية من المشاكل أو العيوب ولكنه بمرو الوقت بمعنى الشركات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية تعمل على إيجاد حلول لهذه التقنيات أو هذه المشاكل فنتوقع في المستقبل أن تكون هذه الأمور يعني أفضل بكثير الرود مابل اللي هو الخارضة الطريق للناس المهتمين بهذا المجال طبعا كيف إنتاج وده تكنولوجي يعني يجب أن تكون دائما مطلع على آخر الأخبار خاصة بالآي أو تي إذا كنت مثلا تفكر اليوم أنه تبدأ بتعلم المهارات الخاصة بإنترنت الأشياء وأن تكون جزء من فريق يعمل على إنترنت الأشياء في المستقبل طبعا هذا الشيء قد يأخذ من أشهر إلى سنين ولكنه أثناء هذا الوقت يعني حاول أنه تكون دائما متصل بأخبار التقنية لأنه ما كنا نسميه آي أو تي قبل سنتين ممكن أنه لا يكون نفسه هو آي أو تي الذي نسميه اليوم ممكن أنه يكون ليس آي أو تي الذي سيكون بعد سنتين أو أربع سنوات لأنه مثل ما ذك أنه هي تقنية حديثة وما زالت في طور الـ ما زالت في طور تحويلها من مجرد كلام أو من مجرد تقنيات مباثرة ومنفصلة إلى مقياس عالمي موحد يجمع كل التقنيات الأخرى في داخله فبالتالي ما هو آي أو تي قبل سنتين قد يكون مختلف تماما عن ما هو آي أو تي اليوم قد يكون هو مختلف أيضا عن ما هو آي أو تي بعد سنتين فبالتالي متابعة أخبار آي أو تي إذا كنت مهتم بهذا المجال هو مهم جدا لكي تكون دائما على الطلاع على آخر الأمور التي توصلت لها الشركات develop your skill set مثل ما ذكرنا يعني المجموعة المهارات اللي تحتاجها في إنترنت الأشياء اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي تحليل البيانات الذكاء الإصطنائي البرمجة الشبكات غيرها من الأمور الأخرى حاول أنه تطور مهاراتك في هذا المجال وطبعا السيرتيفكيتس الخاصة بكل واحدة من هذه التقنيات هي موجودة أولاين ومشروحة من قبل الأخوة والأخوات يعني معروف مثلاً ما الذي تحتاجه لكي تستطيع إدارة الراس بري باي والأردوينو معروف مثلاً أيضاً ما الذي تستطيع ما الذي تحتاجه لإدارة الراوترات والسويتشات الخاصة بسيسكو مثلاً أو ما هي الأمور التي تحتاجها للفيرجواليزيشن من لينكس وغيرها هذا أيضاً كل هالأمور يعني مشروحة والأخوة ما شاء الله في المحتوى العربي يعني يزيدون من هذه الأمور يوم بعد يوم طبعاً لا أحد يتوقع منك أنه تكون خبير في تحليل البيانات والذكاء الإصطنائي وعلوم الحاسبات والبرمجة والشبكات وكل هذه الأمور والكونترول في نفس الوقت مثل ما ذكرنا يجب أن تكون بالتركيز على فقرة واحد أو فقرتين من هذه الأمور وتحصل بها Certificates لكي تكون جزء من فريق متكامل لأنه من المستحيل أن يكون هناك شخص يعرف كل شيء عن الـ IoT أو يقوم ببناء منظومة متكاملة لـ IoT لوحده فقط هذا شيء يعني شبه مستحيل لأنه يحتاج إلى سنين طويلة لأن التخصص بأي واحدة من هذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل هذه الـ skills، تحليل البيانات، إدارة الـ Embedded Systems الـ IT Security، الـ Artificial Intelligence، كل هذه الأمور الـ Networking، الـ Programming، كل هذه الأمور هي رادلها سنين طويلة لإتقانها ومعرفته ولكنه الشخص الذي يفكر أنه يكون جزء من فريق أمل IoT في المستقبل يجب أن يكون ملمّا بواحد أو أكثر من هذه التقنيات طبعاً Get Certificates، يعني حاول أنه تحصر على شهادات خاصة بالـ IoT هناك طبعاً شهادات مجانية متوفرة من موقع Cisco وCoursera ويدكس وغيرها الشهادة الأول شهادة تقنية عالمية معنية بالـ Internet of Things اللي هي الـ Internet of Things من شركة Cisco طبعاً قمت بشرحها باللغة العربية يعني مجرد ترجمة وشرح هذه الشهادة باللغة العربية وأيضاً منشورة هي على الموقع الخاص به وأيضاً أرفقت لكم الرابط الخاص بها ضمن الـ References في نهاية هذا الـ Presentation هذه الشهادة طبعاً تعتبر ضرورية جداً ومهمة جداً للناس المهتمين بالبدء في هذا المجال لأنه تشرح لك كل الأمور بشكل نظري وأيضاً إضاقة إلى مجموعة من اللابات اللي هي المختبرات للتطبيق العملي للتقنيات الإنترنت الأشياء في برنامج الباكيت تريسر اللي هو أيضاً برنامج مقدم بشكل مجاني من شركة Cisco للناس المشتركين في هذه الدورة وأيضاً أنا أرفقت الرابط الخاصة بالاشتراك بالدورة الأصلية وأيضاً ترجمتها وتوضيحها باللغة العربية مثل ما ذكرنا حاول أنه تتخصص بواحد أو أكثر من هذه التقنيات نومور يعني أما واحدة أو أكثر واحدة أو اثنين من هذه التقنيات لا نحاول أنه تتخصص بأكثر من هذه الأمور لأنه يعني احتمال كبير أنه تضيئ بين هذه التقنيات كلها يعني إذا حاولت أنه تكون مختص بذكاء الصناعي وأمن المعلومات وبرمجة الأجهزة الدقيقة وتحليل البيانات في نفس الوقت من المحتمل جداً أنه تضيئ بين كل هذه التخصصات وبالنتيجة النهائية لن تكون مخترف أو مختص أو خبير في أي واحد منته فبالتالي أنه تركز على مجال واحد أو مجالين ولكنه دائماً تذكر البيك بكتشر الصورة الكبيرة للإنترنت of things architecture يعني دائماً تذكر أنه إذا كنت تعمل على الـ embedded systems فهي عبارة عن جزء صغير جداً من تقنيات الـ IOT بالتالي أنت جزء من فريق والفريق أيضاً يحتوي على مبارمجيين ومهندسين شبكات ومختصين control وغيرها من الأمور أخرى وانتيجريشن مع بقية التقنيات فحاول أنه تفهم التقنية أو تقنيتين ولكنه في نفس الوقت تحاول أنه تحافظ على الـ big picture الصورة الرئيسية لكي تعرف أنه أنت في أي نقطة من نقاط الـ IOT تعمل وأخيراً طبعاً planning to start your own company إذا كنت تفكر أنه تقوم ببناء شركتك الخاصة للعمل في مجال الـ IOT مثل ما ذكرنا plan well and ask experts يعني حاول أنه تقوم بتخطيق جيداً لهذه الشركة ويسأل المختصين والخبراء وحاول أنه تدخل على الإنترنت وتلاهظ مجموعة الشركات التي تقدم خدمات IOT في العالم اليوم حاول أنه تعرف ما هي التقنيات اللي يستخدموها ما هي الخدمات اللي يوفروها للمستخدمين وأيضاً ما هو الـ business model اللي هو نموذج العمل الخاص بهذه الشركات طيب where to get help إذا أحببت أنه أبدأ في مجال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بإنترنت الأشياء من أين أبدأ؟ طبعاً يعني دائماً تذكر أنه أنت لست وحدك في هذا المجال هناك الكثير من الناس الذين بدأوا في هذا المجال عن مستوى الوطن العربي عامة وعلى مستوى الإراق خاصة أحد أساتذتي في جامعة البصرة دكتور علي أحمد يعني رجل مساهم بشكل كبير في تقنيات إنترنت الأشياء وعمل الكثير من الـ presentations and workshops والconferences الخاصة بتقنيات إنترنت الأشياء والسيكوريتي الخاصة بها وكيفية البدء في هذا المجال وتضمينها ضمن المؤسسات الدولة والمؤسسات الصناعية وغيرها أيضاً أكدنا الـ Ouroc Electronics أكدنا الـ IoT Makers أكدنا دكتور مازن صاحب أول كتاب عربي في مجال الإنترنت الأشياء هذا هو الكتاب هذا العنوان الخاص بي وأيضاً هذا الكتاب يعتبر كتاب ممتاز جداً للبدء في هذا المجال كتاب اللغة العربية يوفرنا كل ما يهم المختصين في هذا المجال وللبدء في هذا المجال طبعاً هناك أيضاً كتاب آخر يصدر له حديثاً اللي هو اعتبر نسخة أصغر وأيضاً للمبتدئين فقط وجدنا أيضاً دكتور أو أستاذ سيزار موصلي اللي هو صاحب موقع الـ IoT بالعربي الـ Arduino Building Anything أستاذ كريم Internet of Things أيضاً هو عند IoT Lab يعني مختص بشكل كبير بـ Embedded Systems وتقنيات الـ Arduino Raspberry Pi وكيفية ربط هذه الأشياء سوية والتحكم بها بتقنيات الـ IoT فداماً يعني بالنسبة للأخوة والأخوات المهتمين أو يعني اللي حابين أنه يبدؤون في هذا المجال يذكرون أنهم ليسوا واحدهم هناك الكثير من المحتوى العربي أو حتى المحتوى الإنجليزي في هذا المجال واللي هو متوفر لهم يستطيعون داماً طلب المساعدة من المختصين في هذا المجال وهذه هي المصادر اللي اعتمدنا عليها في تجميع هذه السلايدات نأخر واحد من التنوى مثل ما ذكرنا هذا هو وأبارة عن تبويب للإنترنت أوفثينكس في المدونة الخاصة به وبقية الأمور الأخرى أيضاً اللي شرحناها وأتمنى أنه يكون هذا الكلام يعني مفيد للجميع الآن راح أنتقل إلى صفحة الفيسبوك ونشوف أنه إذا كان أدنى مجموعة من الأسئلة أو الأجوبة تماماً الواضحة واضحة إذا كان هناك أي أسئلة أو أجوبة أي أسئلة عن الأمور التي شرحناها لحد الآن تستطيعون أن تتركوه هنا في التعليقات ونشأنا للمتغيب اشتركوا في القناة